اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدرس اليوم معنا بإذن الله الوحدة الرابعة الدرس الثاني من الوحدة الرابعة الدرس الثاني من الوحدة الرابعة كما ذكرنا دائما رقم الصفحة تجدونه على أعلى الشاشة من اليسار تحت شعار منظومة التعليم الموحدة المادة ورقم الصفحة بسم الله نبدأ النشاط الأول لتكتشفوا درسنا ما الذي تتوقعون يكون درسنا عنه اليوم من خلال هذا النشاط ستصل إلى عنوان الدرس الذي معنا بإذن الله بسم الله وكما عوتمونا يا طلاب طالبات الصف الرابع على التميز والاجتهاد والمشاركة والتفاعل النشاط يقول ما الأدب الذي تستفيده من الآيات التي أمامك سأعرض لك عدد من الآيات تتضمن أدب من الآداب ما هو الآية الأولى قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا الآية الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُومَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُومَ مِنْكُمْ الآية الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فَلِيَسْتَأْذِنُوا الآية ها يا أبناء وبناتي طلاب الصف الرابع طلاب التمييز ما الأدب الذي تستفيده من الآيات التي أمامك ممتاز أحسنتم أحسنتم الاستئذان الاستئذان درسنا اليوم عن أدب الاستئذان كما توصلتم إليه وكما ذكرنا نحن بإذن الله سنكون في مادة الحديث والسيرة في الصفحة 68 إذن درسنا عن استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم درسنا عن استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب أهداف الدرس ما الذي تتوقعون أن نصل إليه في نهاية درسنا نحن نسعى إلى تحقيق هدف من خلال هذا الدرس ما هذه الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الدرس سلمكم الله أبناء أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الرابع كما عوتمون دائماً الوصول إلى الأهداف نعم أحسنتم معنا عدد من الأهداف في نهاية الدرس تستطيع أن تصف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستئذان في نهاية الدرس تكون قادر على أن تعدد بعض الأساليب الخاطئة في الاستئذان كذلك تبين صيغة الاستئذان توضح مواضع الاستئذان تعلل عدم وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه الباب عند الاستئذان هذه هي الأهداف التي سنصل إليها وبإذن الله طبعاً عندنا هدف عام دائماً في مادة الحديث ومادة الفكر والتوحيد ما هو أحسنتم تطبيق ما نتعلم تطبيق ما نتعلم ولذلك هنا بإذن الله الأدف العام أن تطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستئذان في الاستئذان شاء الله سنحقق عدد من المهارات أو بإذن الله سننمي وإياكم عدد من المهارات مهارة التعليل مهارة الاستنباط بإذن الله من خلال الدرس عدد من المهارات مهارة الربط بإذن الله تعالى طيب قبل ما نبدأ بالدرس درسنا عن الاستئذان استئذان النبي صلى الله عليه وسلم هل نستطيع أن نربط بينه يكون بينه بين الدرس الماضي الذي هو عن سلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينهم علاقة تستطيعون أن تربطوا بينهما نعم أحسنتم نستطيع أن نربط بينهما كما سنعرف إن شاء الله سيتبح لنا خلال الدرس أننا قبل الاستئذان نبدأ بالسلام من سنته قبل الاستئذان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام كما سنعرف الصيغة التي كان يستأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فالسلام نوع من أنواع الاستئذان الاستئذان يكون بالكلام قد يكون بالفعل بطرق الباب مثلا فبين درسنا اليوم الاستئذان والدرس الماضي علاقة قوية جدا الشريحة الثانية ما هي؟ أحسنتم عناصر درسنا اليوم عناصر درسنا اليوم طيب العنصر الأول الذي معنا أتعرف أتعرف استئذان النبي صلى الله عليه وسلم العنصر الثاني الذي معنا أحسنتم صفة الاستئذان كيف صفة استئذانه؟ لنكتدي به صلى الله عليه وسلم الثالث مواضع الاستئذان المواضع التي يكون فيها الاستئذان درس الماضي كان عندنا من مواضع السلام والآن عندنا مواضع الاستئذان طيب ما زلنا في صفحة ثمانية وستين يا أبطال الله يحفظكم عندنا نشاط تمهيدي نشاط تمهيدي بسم الله النشاط التمهيدي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى وسلم عن نبينا محمد أكثروا من الصلاة عليها الله يحفظكم جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمتي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ما المراد بالاستئذان هنا؟ وما أثره على حفظ البصر؟ يلا يا ابنائي وبناتي تميز والنشاط والتفاعل ممتاز أحسنتم أحسنتم الاستئذان هو طلب الإذن بالدخول دائما الألف والسين والتاء تدل على الطلب استغفار طلب المغفرة استغاثة طلب الغوث الاستئذان هو طلب الإذن بالدخول طيب إذا أنا طلبت الإذن بالدخول ما أثر ذلك على حفظ بصري؟ ممتاز أحسنتم أحسنتم أن أحفظ بصري عن النظر إلى ما أكره أو ما يكره الآخرون طيب فأنت هنا تحفظ بصرك عن ما أمور قد لا تحب أن تراها وأيضا لا يجوز لك أن تراها مما يكره الناس أن تنظر إليه طيب ننتقل بسم الله معنى أول عنصر من عناصر درسنا أتعرف استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف استئذان النبي صلى الله عليه وسلم طيب بسم الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن لاحظ الحديث اللي معنا الآن لتستطيع أن تستنبط منه كيفية الاستئذان للنبي صلى الله عليه وسلم تأملوه لاحظ الحديث وتأمل روى البخاري ومسلم رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين نقلوا لنا العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بكل أمانة ودقة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع يلا يا ابنائي بناتي وصلتم أحسنتم أحسنتم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول على أحد استأذن ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم فإن سمح له بالدخول دخل وإن لم يجبه أحد انصرف صلى الله عليه وسلم وانظر إلى التواضع انظر إلى الأدب صلى الله عليه وسلم انظر إلى الخلق الرفيع انظر إلى الرقي تأمل هنا مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ثلاثا أذن الله صلى الله عليه وسلم أجاب أحد وإلا انصرف صلى الله عليه وسلم لم يغضب أو يقول لماذا لم يرد عليه أو شيء انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ثلاثا فإن أذن له صلى الله عليه وسلم فإننا كما قال في الحديثنا وإلا فارجع لا تستمر في الإزعاج وطرق الأبواب أو تكرير بعض مرات سواء الاتصالات بالإزعاج الشخص قد لا يناسب وقته أن يرد عليك أو شيء من ذلك تبحث له عن عذر طيب ننتقل إذن كذلك إلى أمر آخر في التعرف على استئذان النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا معنا الآن الصورة ثم استنبطوا من خلال الصورة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأدب من آدابه هنا في الاستئذان الصورة هنا فيها تقريب الصورة في الأعلى وضع خطأ والصورة اللي في الأسفل وضع صح أين الخطأ وأين الصواب يلا يا أبنائي وبناتي أين الخطأ وأين الصواب لماذا في الصورة الأولى أشار هنا بأنه يوجد خطأ وفي الصورة الثانية أشار إلى أن فيها صواب أين الخطأ والصواب تأملوا الصورة من يستطيع من يبادر من يكتشف نعد عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلاثة أثنين واحد ممتاز 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 الصورة الأولى وقف أمام الباب وهذا خطأ وإنما الصورة الثانية وقف عن يسار الباب لم يقف أمام الباب وهذا من هدهي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظوا الآن الحديث قبل أن نعرض السنة هنا قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قومي لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركن الأيمن أو الأيسر كما توصلتم إليه السنة للمستأذن ألا يقف أمام الباب لماذا يا أبطال يا أبنائي وبنات الصورة لا نقف أمام الباب ممتاز أحسنتم لأنك قد تنظر إلى أمور في داخل البيت لا يجوز لك النظر إليها صاحب البيت لا يسمح لك أن تنظر إلى يكره ذلك وكذلك أنت ممكن أنك تقع عينك على شيء وأن تكره ذلك تود أنك لم تنظر إلى هذا الشيء ولذلك انظر هنا إلى هذا انظر هنا إلى الخلق الرفيع كيف يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف ارتقى بأمته صلى الله عليه وآله وسلم إذا هذا الاسم والتعامل والرقي جداً في الاستئذان صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت العرب يعني ما عندهم من أخلاق عظيمة جداً إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الناس إلى مرحلة أعلى صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والسمو والرقي صلى الله عليه وآله وسلم الآن تأملوا هذا الحديث تأملوا هذا الحديث واستنبطوا منه صفة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم أمته قال استأذن رجل من بني عامر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فقال أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الصحابي فسمعه فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل واضحة يبدو أنكم وصلتم إليه ممتاز ممتاز أحسنتم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يستأذن يقول السلام عليكم أأدخل وكان يعلم أصحابه ذلك انظر يعلم أصحاب ذلك ما ترك لا صغير ولا كبير صلى الله عليه وآله وسلم إلا علمنا إياه ودلنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم خرج من هذه الدنيا وبلغنا كل شيء كما قال للصحابة اللهم أبلغت اللهم فاشهد فنشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما ذكرنا في البداية الدرس نظرتم آني إلى الرابط بين الاستئذان والسلام السلام يتقدم الاستئذان هنا السلام يتقدم الاستئذان وهذا ذكرناه في البداية في الرابط بين هذا الدرس والدرس السابق الذي قبله طيب ننتقل الآن كذلك ما زلنا في صفة الاستئذان ما زلنا في صفة الاستئذان لاحظوا الآن الصورة أمامكم أيضا في خطأ عندنا في الصورة التي عن اليبيد والصورة التي عن اليسار قال صاحب الذي أعد الصورة قال صحيح ماذا يقصد لماذا هنا قال خطأ وهنا قال صواب وصحيح ما الفعل الذي أخطأ به الطالب الذي عن اليمين أو الشاب الذي عن اليمين هذا الصغير وما الذي أصاب فيه اللي عن اليسار انظر تأمل اكتشف قرأ العبارات أنتم طلاب طالب الصف الرابع متميزون في القراءة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة أثنين واحد ممتاز ممتاز لاحظ بنزيدكم شوي أنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في جهة الصحابي جابر قال دخل جاء يستلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنا كأنه كره وصلتم ممتاز ممتاز والسنة إذا سئل من الطارق أن يذكر اسمه ليعرف ولا يقول أنا للأسف الآن كثير من عند الباب أنا افتح على طول افتح طيب لا بد أن تعرف بنفسك حتى لو كنت داخل البيت مثلا طركت الباب كما سنعرف بعد قليل مواضع الاستئذان من أنت عرف باسمك طيب ولذلك انظر هنا قال فقد استأذن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يسأل من عند الباب قال أنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم فهذه السنة ننتبه إليها ويخطئ فيها بعض إن شاء الله نقول كثير لكن البعض يخطئ في هذه السنة وبالتالي لابد أن ننتبه إليها ونحذر من الوقوع في هذا الخطأ الذي أخطأ فيه لعصورة لأمامكم عندما قال من عند الباب قال أنا أما الآخر عندما سئل من عند الباب قال أجاركم أح أجاركم خالد وأيضا حتى لو كنت أنت البيت بيتكم من عند الباب قل أنا أحمد خالد محمد ابنكم خالد ابنكم محمد جيد الله يحفظكم يا أمطال ما زلنا في صفحة 69 أمامكم صفحة 69 في صفة الاستئذان ننتقل الآن بإذن الله العنصر الذي يليه طيب مواضع الاستئذان ذكرنا عدد مواضع للسلام كذلك عندنا مواضع الاستئذان متى أستئذن ما الأماكن التي أستئذن فيها أين أستئذن هذا سؤال نسأله ها يا أبطال ممتاز ممتاز أحسنتم ها عندي موضعين الموضع الأول استئذن إذا أردت الدخول إلى أحد البيوت والموضع الآخر ذكرتك قبل قليل في الشريحة السابقة أشرت إليه ممتاز أحسنتم في بيتنا في بيتنا إيه حتى في بيتك الله يحفظك لابد أنك تستئذن لا تدخل غرفة فيها أحد من دون استئذان لا يريد أي أحد أنك تدخل عليها قد يكون في حالة هو لا يرغب أنك تدخل فيها عليها حتى وإن كنت في بيتك حتى مع أخيك ومع الوالدين أهم أحباب الله يحفظكم امتبه تدخل على والدتك على والدك استئذن اطرق الباب بهدوء والأدب واستأذن في الدخول وعرف بنفسك كما ذكرنا قبل قليل إذن مواضع الاستئذان استئذان إذا أردنا الدخول على أحد في البيوت وكذلك في بيتنا داخل البيت استأذن إذا أردت أن أدخل على غرفة غرفة أحد من أهلي طيب بسم الله معنى النشاط الثاني الآن النشاط والوقت يحسب لاحظ الآن صفحة سبعين معنى بسم الله هنا مهارة ايش التعليل تعلل طيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف أمام الباب عند الاستئذان أشرنا إليه قلنا أين يقف صلى الله عليه وسلم ممتاز أحسنتم عن يمين الباب أو عن شماله يساره لكن لماذا ذكرتها أشرتها قبل قليل تمركزين معي المركز معي في الدرس سينتبع طيب ممتاز ممتاز حتى لا تقع عينه على شيء في الدار لا يرغب صاحبها أن يراه أحد ما يسمح لك أن تنظر إليه أو قد أنت أيضا ذكرت لك قد ترى شيء أنت ما تتمنى أنك ما نظرت إليه تكره ذلك طيب معنى نشاط الآن قبل التقويم مهارة التلخيص معنى مهارة التلخيص الله يحفظكم من يستطيع أن يلخص لي درس اليوم في خريطة مفهومية قبل أن ننتقل إلى التقويم يلا يا أبطال أبناء ونمالات الطلاب خرجي القلم وارسم الآن بسرعة لخص لي درس اليوم تستطيعون نستطيع أن الوقت تصدرس اليوم في صور كثيرة من خرائط المفاهيم رسم الشجري طيب عشرة وقت يقولون سينتهي عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة أثنين واحد انتهيتم والأباك طيب ما عليش لأن الوقت ضيق معنا سأريكم أنا لخصت درسنا في الخريطة التي أمامكم لاحظوا يا أبطال الآن تلخيص الدرس استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لخصناه في عدد من العناصر معنا العنصر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن ثلاثا الثاني يقف عن يمين الباب أو عن يساره الثالث يقدم السلام قبل الاستئذان فيقول السلام عليكم أأدخل الرابع يذكر الطارق اسمه ليعرف طيب أيضا ذكرنا في درسنا ها مواضع الاستئذان كم يا أبطال أحسنتم موضعين موضعان طيب الموضع الأول إذا أراد الدخول إلى أحد البيوت والموضع الثاني إذا أراد دخول غرفة أحد في البيت هذا تلخيص درسنا ننتقل الآن يا أحباب لأنه سينتهي الوقت التقويم صفحة ستة عفوا صفحة واحد وسبعين يقول هنا اختاروا الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح فيما يأتي السؤال إذا أردت الدخول على أحد فإني أستأذن مرة واحدة ثلاث مرات أكرر الاستئذان إلى أن يفتح الاختيار الصحيح الأول أم الثاني أم الثالث ممتاز ممتاز الثاني ثلاث مرات طيب النشاط الذي بعده با إذا استأذنت بالدخول إذا استأذنت بالدخول على أحد فإني أقول ها ما نقول أأدخل هذا الاختيار الأول الاختيار الثاني السلام عليكم الاختيار الثاني السلام عليكم ها يا أحبابي أبناء بنات الطلاب الأول أم الثاني أم الثالث سريع للوقت سينتهي الوقت يمضي أحسنتم أحسنتم السلام عليكم أأدخل طيب معي أوضح أين يقف المستاذن هذه سهلة مرت بنا كررناها كثيرا أحسنتم أحسنتم عن يمين الباب أو يساره يقف عن يمين الباب أو يساره طيب لا يقف أمام الباب كما عرضنا في الصور طيب النشاط الأخير معنا النشاط الأخير أبين المواضع التي يشرع فيها الاستئذان ما المواضع التي يشرع فيها الاستئذان كم موضع ذكرناه أحسنتم اثنين إذا أردت الدخول إلى أحد البيوت والموضع الثاني إذا أردت الدخول إلى غرفة أحد في البيت جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا طلاب الصف الرابع أمتعتونا كعادتكم ونلتقي بإذن الله في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر